الكل على قلب رجل واحد لا مكان لمتحدي لقرارات الدولة وإجراءاتها الاحترازية الهادفة لأمن وسلامة الجميع بلا استثناء هذا هو المحرك الرئيسي المعاون لكل الجهود الجبارة التي تقوم بها أجهزة ووزارات الدولة لمواجهة عاصفة كوفيد 19 طبعا يعني ما بين كل ما تم إنجازة على أرض الواقع وما تحقق من فائدة كان لابد من أن تتقدم التوعية والتحديد تحذير طبعا الجهود الدؤوبة هذه الساعية لحماية الجميع على وطن يحتضن الجميع طبعا لذا كانت تحرك منذ اليوم الأول لتوعية الكل مواطنين مقيمين من مختلف الجاليات لتنطلق ألسنة التحذيرات والتثقيف والتوعية بكل اللغات ضمانا للوصول السريع فالكل على مركب واحد وشركاء على هذه الأرض الطيبة دعونا المشاهدين نتابعوا هذا التقرير ومن ثم لنا عودة إن شاء الله كورونا فيروس خطر الدهم جاءت مبكرة على كافة المستويات تأزرت الجهود تعاونت الجهات تضافرت الإجراءات فجاء الاحتراز وقايا والوقاية احتراز في معية بعضها تشابكت الكفوف تعاضضت الحسابات تآلفت الهمومة العدو الجائح يقصف بلا هوادة ولكن هيهات أمام راية رفعتها جموع المقاومين بالصفوف الأمامية في معركة لم تحسم الكل في مركب واحد شعار حمل منطلقات الاستعداد لجهود تتحرك نحو نفس الإطار لإنسانية تعيش عدة لغات على أرض الخير والعطاء الحكومة تناغمت مع التحذيرات خاطبت الجميع بلا استثناءات الكل هنا في قلب الميدان ولكن باختلاف التخصصات الرسائل التحذيرية صدحت بالمكبرات والتحركات الوقائية عززتها الإجراءات فالوباء يتطلب يد الجميع رغم التعداد اليومية للإصابات وزارات الدولة وإجهزتها تعاطت مع التوعية الناجزة لمختلف الجاليات على كافة التوجهات فالكل يعيش على الأرض واحدة ولكن بعدة لغات التكنولوجيا أيضا حاضرة طائرات بدون طيار حملات تفتيشية رصد للتجمعات مكبرات تنادي الجميع احذروا فالأمر جلل ولا بد من الإدراك وأمام جائحة كوفيد-19 تدرك دولة الكويت بأجهزتها ووزاراتها أن الاختيارات شحيحة لوأد المرض القاتل ولكن ناصرة الإحتواء تبدأ من الجميع وإلى الجميع فإما الانحسار أو الانتشار ترجمة نانسي قنقر